احنا كنا يمكن في بداية الحلقة بنتكلم مع دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مسألة التنوع البيولوجي نهاردة كان اليوم في شرم الشيخ قايم على التنوع البيولوجي في إطار انعقاد قمة المناخ قب 27 في شرم الشيخ تأثيرات المتغيرات المناخية على التنوع البيولوجي وفي نفس الوقت تأثيرات عدم التنوع البيولوجي وكائنات تتعرض للانقراض أو الموت أو 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 على المناخ سلبا هنا خلونا نرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور صالح عزب الخبير أهلا بك دكتور أهلا بك زي صح مدى تأثير المتغيرات اللي بتحصل وارتفاع درجة حرارة الكوكب على التنوع البيولوجي سواء إذا كان برا أو بحرا طبعا زي ما حدثتك قلت العلاقة متدخلة ما بينهم يعني فقد التنوع البيولوجي أو نقص التنوع البيولوجي هو نتيجة للتغير المناخي وسبب أيضا في نفس الوقت الحقيقة أنه التغير المناخي لو جاءنا نبص الأصوله يعني هو تكاسف غازات الاحتباس الحلاري اللي هي سانوكسيديك كربون كلورفلوروكربون الميثان أكسيديك كابريت النسجة عن بالأساس حرق الوقود الأحفالي يعني طبعا ما فيش نشاط اقتصادي من غير حرق الوقود نشاط اقتصادي معناها استهلاك طاقة فالاقتصاد عدو البيئة وهناك علاء دائم ما بين الاقتصاديين والبيئيين أي اقتصاد في الدنيا معناها استهلاك طاقة طيب انت ما زال اعتمادك على الوقود الأحفالي اللي هو فحم بيترول غاز حرق هذا الوقود الأحفالي بينتج مجموعة الغازات اللي أنا حكيت لحددك على اليد اللي هي غازات الاحتباس الحلاري هذه الغازات زائد طبعا السيارات وزائد كل المكانات بتشتغل بها هذه الغازات تكاسفت في الغلاف الجوي فمنعت انعكاس أشعة الأرض تشمس طبعا بتبعد أشعة على الأرض وترجع الأرض تعكس جزء من هذه الأشعة اللي هي في الجوي فلما بتيجي تعكس الأرض هذه الأشعة هذه الغازات بتمنع خروج هذه الأشعة في الفلاق الخليجي فبتحتبس عشان كده زموها غازات الاحتباس الحلالي